اشتركوا في القناة الاكليريكي والباحث والمترجم ان نقدم معا دراسة في البحث عن اصول العبادة المسيحية مصادر وطرق دراسة الليتورجية المبكرة وهذا الكتاب ابونا احد الكتب اللي ابونا ترجمها لان ابونا نشكر ربنا ربنا مديله نعمة هو اكليريكي اصيل وقد فتح الله عليه بانه يتقدم الى الامام نحو الافضل ونحو التفتيش والبحث وهتقدم لنا بحوثا كثيرة وهذا الكتاب قد ترجمه عن اللغة الانجليزية نأتي الان الى محاضرة بعنوان الليتورجية والزمن وجميعنا نعرف ان الكنيسة وجدت لكي تكنسن العالم اي تجعل من العالم كنيسة كبيرة وان تجعل من العالم كنيسة كونية وكنيسة مسكونية فنحن عندما نصلي نصلي لكي نتقدس نحن ويتقدس معنا المكان والزمان فاحد الابعاد الهمة في عبادتنا ان الزمن الذي نحيا فيه ان نحوله من زمن عدمي زمن فارغ زمن بلا فائدة زمن ينتهي نحوله الى زمن باقي وزمن حاضر وزمن الهي وزمن ملكوتي تتقدس فيها الدقائق والسواني والساعات والايام ثم الشهور ثم السنوات ويصبح كله في مجمله سنة الرب المقبولة ابونا الحبيب سيقدم لنا محاضرتين عن الليتورجية وتقديس الزمن في البداية سيتكلم تقريبا عن الليتورجية والزمن على اساس البعد اليومي ثم في محاضرة مقبلة يكلمنا عن الليتورجية وتقديس الأسابيع والشهور ثم السنة وربنا يديكم وقت بهي وبهيج ومفرح نتكلم فيه مع ربنا القدوس وتكون حياتنا كلها تتقدس إلى أن تكتمل وتنتهي عند بلوغنا إلى مجيء الرب العظيم في الإسخاطولوجي وفي البروسية في حضور ربنا يتمجد اسمه القدوس في وسط الكنيسة الآن كله أوان إلى دهر الدور كلها شكرا أبونا سنسوس على المقدمة الجميلة دي الفصل ده نتكلم عن الليتورجية والزمن في الفصل ده نستكشف مع بعض مجالين مختلفين خالص لكن هما الاتنين لهم صلة بالممارسة الليتورجية المسيحية المبكرة وهنبحث مع بعض إزاي أن الأدور التفسيرية المتغيرة اللي اعتمدها العلماء فتحت ضرق مختلفة تماما لعرض الأدلة المختلفة في جزء الأول في المحاضرة دي نتكلم عن إعادة بناء أعدات الصلة المنتظمة في ساعات محددة من اليوم سواء كانت بشكل جماعي أو بشكل فردي وكانت معروفة دايما باسم الخدمة الإلهية أو صلوات السواعي في جزء الثاني من المحاضرة هنتكلم عن مناقشة وتطور السنة التقصية عموما الصلة اليومية المحاضرة بتاعتنا هتتكون من أربع أجزاء أول حاجة تأسيس التقص في القرن الرابع الميلادي تاني حاجة الاستمرار مع اليهودية تالت عنوان معنا التمييز بين الخدمات الكاتدرائية اللي هي كانت في العالم والخدمات الرهبانية اللي كانت في الأديرة الرابع العبادة اليومية قبل القرن الرابع الميلادي رقب واحدة نتكلم عن تأسيس التقص في القرن الرابع الميلادي صلوات السواعي عموما كانت بتتفهم في الأجيال السابقة من العلماء أن هي كانت تطور جديد تم في القرن الرابع الميلادي وأدركوا أن المسيحيين في القرنين والتاني والتالت كانوا بيتم تجيعهم باستمرار على أنهم يصلوا بانتظام في ساعات محددة من اليوم ولكن ميزوا بوضوح بين الصلة الخاصة والخدمة نفسها يعني كان فيه صلوات خاصة لكن ما كانش فيه خدمة اسمها صلوات السواعي واعتمدوا أوقات الصلة دي كأنها ممارسات جماعية من قبل الجماعات النسكية في القرن الرابع الميلادي وده أدى إلى إدخال الصلوات اليومية في الاستخدام الكنسي بشكل مناسب ومن العلماء اللي تبنوا هذا الفكر منهم العالم المشهور جيروغيري ديكس اللي هو صاحب كتاب زي شيب في الليتورجي اللي هو شكل الليتورجية في عالم اسمه راتكليف ده في مجموعة مقالات اتكتبت سنة 1932 بعنوان الليتورجية والعبادة حاول يتتبع أصل الطقس اللي هو الصلوات اليومية أو الخدمة نفسها دي من خلال مراعاة الرسل والمسيحيين الأوائل لصاعات الصلة اليهودية وزي ما قال كان فيه خدمة يهودية لصلوات السواعي هكذا الرسل رعوها في المسيحية وانتشرت المسيحية من الجزء ده والحقيقة انه ده كان خطأ لأن الطقوس دي كانت بتتم بأي حال من الأحوال من أعمال العبادة العامة من جانب الكنيسة لكنها كانت صلوات خاصة لشخص واحد أو أكثر يعني ما كانتش خدمة مؤسسة في الكنيسة لا هي كانت صلوة بتكون خاصة بشخص أو جماعة مع بعض لكنها ما كانتش ثابتة في الكنيسة بصلوات مقننة بمواعيد محدد لكن هو اعتقد ان الجزور دي تحول من صلوة خاصة لصلوة عامة موجودة في التاريخ المسيحي أكثر من كونها بتنتمي للجماعة النسكية في القرن الرابع الميلادي وخلى التقليد الرسولي في القرن الثالث موضع ومكانة هامة لأنه حل النظام محل الوصية ما كانش فيه يعني يقول له مش بيوصل المسيحيين انه هم يصلوا في أوقات دي لا هو عمل نظام ان المسيحيين يصلوا في التوقيت كذا وكذا وكذا النقطة الثانية اللي هي الاستمرارية مع اليهودية احنا للأسف تأخرنا جدا في ان احنا نقتنع ان المسيحية أو التقوس المسيحية لها جزور في العبادة اليهودية احنا كنا بنحاول ننكر ده الفترة طويلة لكن كل الدراسات الحديثة بتؤكد ان احنا استمرينا شوية او التقوس بتاعتنا ماشية مع التقوس اليهودية واكتر حاجة ممكن ملحوظة لحد دلوقتي في كنستنا يبونا عشية اليوم احنا اليوم الكنسة بيبدأ امتى دايما من الغروب ودي كانت العادة بتاعت اليهود اليوم بتاعهم من الغروب للغروب فاحنا اليوم الكنسة حاليا تيجي تصلي السبت العشية ان تجرى انجيل عشية يوم الاحد خلاص انت العشية بدأت اليوم الكنسة بتاعك اللي هو يوم الحد فدي كانت هي موجودة معانا الحد القرن الواحد وعشرين حاليا فما بالك الرسل اللي هم اصلا كانوا يهود كانوا ازاي متأسرين باليهودية وازاي استمروا والمجمع اليهودي والخدمات بتاعتهم العالم دجمر في كتابه تأثير المجمع اليهودي على التقوس الالهية ده 12 سنة 1944 جادل بان الخدمات اليومية كانت تتم مرتين صباحا ومساءا وكانت تقام علنا منذ بداية الكنسة المسيحية وكانت استمرارا لعدات المجتمع والمجمع اليهودي احنا عارفين كان في المجمع اليهودي زبيحة الصباحية والزبيحة المسائية فبقول كانت الصلاة اليومية كانت بتتم مرتين صباحا ومساءا استمرارا مع خدمات المجمع اليهودي لكن الدراسات الحديثة أضعفت من حجته لأننا زي ما أثبتنا براتشوف الكتاب بيقول حتى العبادات اليهودية كانت متنوعة مش كانت وحدة في كل الأماكن فإحنا ما ينفعش نقول أنهما كانوا إحنا عارفين أنه فيه زبيحة صباحية ومسائية لكن كان فيه أوقات صلوات مختلفة عند المجمع اليهودي فما ينفعش نقول أن الممارسة المسائية كانت موحدة لا هي كانت مختلفة زي ما احنا هنشوف مع بعض فيما تعلق بساعات الصلاة الاعتيادية نفسها استشهد في ذلك بالممارسة الأولى اللي هي تجمعات التعليم واخدها على أنها دليل وإثبات على الطبيعة العامة للممارسة الثانية اللي هي تجمعات ساعات الصلاة يعني إحنا كان عندنا تجمعات للتعليم وكان فيه تجمعات تانية للصلاة ما كان لهم أوقات مختلفة ما كانش بيتعملوا مع بعض دي من حيث الاستمرارية مع اليهودية تالت نقطة التمييز بين الخدمات الكاتدرائية التي بالعالم هي بسموها الكاتدرائل التي بالعالم آآ كاتدرائلي وكل المدن ما بين برضو الفرق بنميز بينه وبين الخدمات الرهبانية اللي هم في الأدورة اللي كان فيها الرهبان دراست التاريخ المبكر للخدمات الكاتدرائية خدت خطوة مهمة في منتصف القرن العشرين لما العالم بوم ستارك اللي احنا تكلمنا عنه المحاضر الفاتت لفت الانتباه إلى حقيقة وجود شكلين متميزين للعبادة اليومية قبل القرن الرابع وهو اللي وصفهم بالنوم ده شكل كاتدرائي وده شكل رهباني وبعده العلماء ماشوا على نفس النهج بتاعه واستنبضوا نفس الاستنتاج وجسموا النوع الرهباني برضو الرهباني بس إلى خدمات الرهبانة البرية زي اللي نشأت في مصر مع الان بانتونيوس وخدمات الرهبانة الحضرية اللي كانت في رهبانة وسط المدن زي في كابدوكيا وسوريا مزيجا كانت بين الرهباني وما بين الكاتدرائي يعني هي رهبانية حضرية واقترح روبرت تفت أنه من خلال الرهبانة الحضرية يمكن تمييز بين التقوس التي كان زي طابع رهباني بشكل أساسي واستوعبت بعض العناصر الكنسية داخلها من النمط الرهباني البري ربما التصنيب بتاع الكاتدرائي والرهباني هو مش أفضل اختيار من حيث الصفات عشان نقدر نميز بين عبادة الكنيسة المحلية المجتمعة تحت قيادة أسقفها والإكليروس من ناحية وبين الصلوات اليومية للفرد الناسك والمجتمعات الدينية الرهبانية المبكرة من ناحية أخرى لكن التسميات دي فضلت معنا وظلت ثابتة ونستخدمها مصطلحات لحد الآن بأشكالها زي ما هي نحن لحد الوقت نقدر نفرج بين العبادات الإجبية بتاعتنا وإجبية الرهبان موجودة لحد الوقت غالبا إجبية المتوحدين بتحوي المية وخمسين مزمور كلهم لازم يصليهم على مدار اليوم لا هنلقى الإجبية اللي في العالم رغم التطور اللي مر بيها وأبونا الحبيب والأبونا الحبيب وأبونا باسيليوس عمل دراسة مهمة جدا عن تاريخ تطور الإجبية لا هنلاقيها برضو مختلفة عن الرهبان الإجبية بتاعت العالم غير الإجبية بتاعت الرهبان في انتقاء المزامير وعددها والقطع وكل مختلف عن الرهبان لكن الاختلافات بين أنواع العبادة ما تعلقتش بس بالأشخاص اللي شاركوا فيها ولكن برضو كان الاختلافات من جهة الأنماط والأشكال الخارجية زي ما بتقول قدسك وأصبحت الاختلافات دي بتتعلق بروح الخدمات الكاتدرائية الداخلية وهدفها الخدمات الكاتدرائية كانت بتقام عادة مرتين في اليوم صباحا ومساءا وكانت بتتميز بشكل أساسي باستخدامها الانتقائي لترتيل المزامير كانت بترتيل المزامير معينة وكان فيه ألحان معينة بيقولوها غالبا كان أكتر حاية بتتلحن المزمور ال 148 وال150 اللي هم آخر المزامير كان هم الشكل النواة الأولى بتاعت الخدمة الصباحية وبرضو بيتكرر ذلك كل يوم مع تشفعات وتوسلات كثيرة ومع قراءات كتابية في معظم المناسبات من ناحية أخرى في الرهبنة حاول النساك اللي بنوا منازلهم في السحارة المصرية أن هم ينفذوا الوصية الرسولية بتاعت بوليس الرسول لما بيقول صلوا بلا انقطاع حاولوا ينفذوها بشكل حرفي وشغلوا جميع ساعات الاستيقاظ تقريبا بالتأمل الفرد كان كل الوقت بتاعهم عايزين يقضوا صلاع عشان ينفذوا الوصية صلوا بلا انقطاع وده أدى إلى ظهور الحياة الرهبنية في ظهور القوانين أكثر رسمية وابتدى يكون في عقوبات اللي يجسر في قانونه الروحي واللي ما بتممش القانون بتاعه ويصلي الصلوات بتاعته لأنه هو ما زال انه بتوقع من الراهب انه بيسابر على الصلاة دول اليوم ما فيش مناسبة محددة للصلاة في بداية اليوم ونهايته زي الناس اللي عايشة في العالم لا هو بيقول الراهب دول اليوم بتاعه لازم يبقى صلاة يعني في المجتمعات البخومية في صعيد مصر أدورت أنبا بخوميوس كانت بتصلي الساعات دي بشكل مألوف وكانت تتم من خلال تناوب النصوص الكتابية اللي بيقراها أحد الإخوة بصوت عالي مع تلاوة الصلاة الربانية والتأمل الصامت من قبل بقية الجماعة الرهبانية يعني اللي كان بيحصل انه هم بيشتغلوا سواء في الخوص أو بيعملوا حاية وفي واحد بيجرى قراءات كتابية أو بيصلي وبالتبادل ده هو يجوم ويجعد زي الانتيفون أو المرأة بالزبط لا هو يجوم واحد تاني يجعد يشتغل بداله وكله بيسمع الصلوات ويتأمل فيها صلوات فردية بيعتبر في النظام الرباني أن ده نوع من أنواع التكريس اليومي بالتكريس اليومي للحياة أو إدمان الصلاة زي ما قال عنه والعلمة أوريهين إدمان الصلاة وأن عمل الإنسان المسيحي هو أو إنتاجه أو إنجازه أنه موجود في الحضرة الإلهية فمدام ما هو موجود في الحضرة الإلهية إذن هو حي بالمسيح وده تكريس الوقت بإدمان الصلاة وأن يحول الراهب أو يحول الإنسان المسيحي الوقت العدمي يحوله إلى وقت أبدي ووقت إلهي وهو ده اللي خلى الكنيسة الأولى أصبحت صلوات السواعي أو ما نسميه الإجبية هي صلاة مبكرة جدا ربما هي طبعا أقزت عن السيناجوج المجمع اليهودي في أوقاتها لأنها طبعا قد تطورت في التقنيات والمصطلحات والتعريفات واستخدامات النصوص الكتابية ووضعت عليها القطع الجميلة جدا جدا والمؤسرة ثم التحليل إلى آخره لأن الكنيسة قد تسلمت وقد ترسقت صلوات العبادة منذ بواكير المسيحية ربما بعد قرن الثالث المسيح أقدم من كده موضوع الصلاة الصواحية والمسيحية ده كان سابت في الكنيسة من تطورها من المجمع اليهودي زي ما شفنا في أدورة البخومية في الوجه الجبلي احنا عارفينه كان هو مؤسس حياة الشركة الرهبان يبقى فيه رهبان كثير تحت قيادة تحت قيادة واحدة النقيد من ده ظهر في رهبانة الوجه البحري الرهبان في الوجه البحري بيقولوا صلواتهم اليومية كان بشكل فردي كل واحد في قلالي باستثناء السابت والأحد كانت الصلاة دايما مع بعض في السابت والأحد عشان الفخارستية غير كده كانت الصلوات اليومية ده كل واحد في جلايته وكانت بتتم غالبا في وقت الفجر أو صياح الديك لكن دايما برضو محتوى الصلاة هو كان من خلال تناوب المزامير وتلاوتها بحسب ترتيبها في الكتاب المقدس مع الصلوات الصامتة رغم بعد المسافة لكن احنا كله بيعتمد على المزامير ان هي اللي بتستخدم في الصلاة اليومية وعلى الرغم من التقليدين الكاتدرائي والرهباني اللي هو الرهباني اللي في البرية بيتشابه من حيث عدد مرات الصلاة اليومية الرسمية الان محتواها مختلف اختلاف جزري وده بيشير طبعا للمفهوم المختلف لما يتعلق بطبيعة الصلاة الخدمات الكاتدرائية لها بعد كنسي قوي حيث تجتمع الكنيسة للصلاة وتمارس كهنوتها الملوكي من خلال تقديم زبيحة التزبيح والشكر نيابة عن كل الخليقة وتتشفع من اجل خلاص العالم من ناحية اخرى الخدمات الرهبانية كانت بتركز دايما على التأمل الصامت في كلمة الله والتضرع والتوسل والتشفع لاجل النمو الروحي والخلاص الشخصي فكان الهدف النهائي لصلوات السواعي او الخدمات الرهبانية هي التكوين والتشكيل الروحي حيث تأمل الراهب في المسيح من اجل ان ينمو ليصير على شبهي ويصلي من اجل الحصول على النعمة التي تقوده لذلك وعشان كده كانت الخدمة الفردية بشكل اساسي بالذات في وجه بحري وكان وجود او غياب اشخاص اخرين مسألة غير مهمة لهم لان كل واحد بيقدي صلواته بشكل فرد مش زي رهبانة الشركة اللي هي الرهبانة البخومية لانه كان كل شيء بينهم مشترك فكل شيء يقوم به الفرد هو بنفس القدر والقيمة اللي بيقوم بيها الجماعة ده في المقارنة بين الرهبانتين وكانت المجتمعات الرهبانية الحضرية لها بعض الاختلاف في تفاصيل انماط الصلاة لكن عادة كان بيصلوا خمس مرات في اليوم على الاقل خلال النهار الصباح والساعة الثالثة والستة والتسعة وفي المساء ومرة اخرى في بعض مراحل الليل اللي هي ظهرت فيما بعد باسم صلاة نصف الليل على ثلاث برضو ثلاث صلوات وثلاث مراحل وكانت ساعات الصلاة دي تقام عموما مشتركة ولكن برضو تم الاحتفاظ بالشكل الفردي لو حالة ظروف حد ما قدرش يحضر صلاة المجموعة يصليها ويأديها بشكل فردي وبرضو الشكل ده استخدم المزامير بشكل انتقائي زي الخدمة الكاتدرائية ولكن شملت الصلاة برضو لاجل النمو الروحي والتشفع لاجل الاخرين يبقى احنا عندنا هنا نمطين منهم نمط بينقسم لشكلين نمط الخدمة الكاتدرائي وده اللي هو كان موجود في العالم وفي الكنايس اللي بتمشي به الناس كلها والشكل الرهباني بينقسم لرهبنة البرية سواء في الوجه القبرة او البحر هنا في مصر او سواء الرهبنة الحضرية اللي ظهرت في كابادوكيا وفي سوريا طيب احنا تكلمنا ده كله في شكل العبادة من القرن الرابع شكل الخدمة دي كان ايه في قبل القرن الرابع الميلادي احنا بنحاول نعيد النظر في ارتباط انماط العبادة في القرن الرابع بما سبقها في التقليد المسيحي بنحاول نتتبع خط الاستمرارية مع الانماط اليهودية زي ما احنا شفنا للصلاة اليومية مرورا بالمسيحية المبكرة لحد مواصلنا لعصر ما بعد قسطنطين لان غالبا ما بعد عصر قسطنطين كل شيء ثبت في الكنيسة وكل شيء بيجي واضح وسابت نقدر نمشي عليه على الخط المستقيم لكن ما قبل القرن الرابع هو اللي لسه احنا مش عارفينه وده برضو بسبب نضرة المخطوطات وقلتها او حتى الموجود منها غالبا معظم شزارات ومهترق خالص ما نقدرش ناخد منه حي ورضو صلاة الصباح والمساء كانت بارزة وواضحة في القرن الرابع فمال برضو العلماء على ان السعاد هي الاقدم في العصور القديمة وهي اللي كانت موجودة قبل صلاة الساعة الثالثة والستة والتاسعة كان اقدم شكل لها هي مرتين في اليوم الصبح وبالليل ومع ذلك احنا نطعن في الافتراض ده لان المصادر الشرقية المبكرة زي الديداخي وكلماندوس السكندري ووريجينوس بشيروا ان الصلاة ما كانتش مرتين في اليوم بس لكن كانت ثلاث مرات الصباح والزهر والمساء غير الصلاة مرة اخرى في الليل اللي هو ما بعد نصف الليل والمصادر الغربية المبكرة بشكل رئيسي تيرتليان وكيبريانوس بتحدثوا عن الصلاة خمس مرات خلال النهار في الصباح والثالثة والستة والتاسعة وفي المساء وكذلك صلوات الليل لما احنا نفهم اشاراتهم ونفسرها بشكل صحيح هنلقى ان ما فيش اي فرق بين المصادر دي وبين اهمية مراعاة بعض هذه الساعات اكثر من غيرها من الساعات الاخرى هنلقى برضو ان الشكل مش بس هم الساعتين الاقدم لا احنا هنا في مصر الشرقية بنا نتكلم المصادر المبكرة بتاعتنا بتقول ان كانت ثلاث مرات مش اتنين والمصادر الغربية بتقول ان الصلاة المبكرة كانت خمسة مش اتنين ونقدر نستنتج ان اقدم نموذج مسيحة للصلاة اليومية كان بحسب شكل سلاسي صواح وظهر ومساء غير برضو صلاة نصف الليل وده عندنا دلائل ربما كانت سائدة في بعض الدوائر اليهودية في القرن الاول الميلادي بعد كده اقترح احد العلماء انه نحن نبص على ان الحقائق بشكل افضل وعمل تحليل للعداد المتعلقة بالصلاة اليومية في التقليد الرسولي بالذات وظهر منها عدد من الخصائص من بينها عدم وجود ساعة مساء حقيقية للصلاة مفيش ساعة محددة في المساء للصلاة وعلى اساس از الدراسة ان احنا ممكن نقول ان التقليد الاقدم للصلاة اليومية او الاساس الصلاة دي هي التالتة والستة والتسعة مع صلاة الليل مش تالتة مش صباحا وتالتة وظهرا ومساء لا تالتة وستة وتسعة مع صلاة الليل اللي هي نصف الليل وبيشير الاستنتاج بتاعه ان الصلاة اليومية السلسية دي كانت في الواقع عادة شائعة ان لم تكن عالمية في الكنيسة الاولى وبعض المجتمعات قامت ببنائها وفقا للإقاع الطبيعي في اليوم لان الإقاع الطبيعي لليوم في الامبراطورية الرومانية كانوا بيصلوا تالتة وستة وتسعة فالكنيسة زي ما احنا عارفين زي ما جالبونا في الاول احنا بنحاول مسحن كل شيء الكنيسة بتحاول تكنس كل شيء فعملت انماط تلتة وستة وتسعة على غرار المواعيد الامبراطورية فاحنا عندنا ممكن نقول عندنا تقلدين نقدر ندمجهم ما بين نمط خماسي اللي هو في الكنيسة الغربية وهو برضو شفناه اول مرة النمط الخماسي ده لأول مرة في افريقيا في القرن الثالث الميلادي وحنا لازم نحن ما نعتبرش ان دورة الصلاة الرهبانية الحضرية في القرن الرابع هي مجرد مزيج من التقاليد الكاتدرائية والرهبانية البرية لكن المجتمعات الدينية دي حافظت باخلاص على ما كان يعتبر ممارسة شائعة بين المسيحين العاديين في القرن الثالث فهم ما ابتكروش شيء جديد على كد ما هم حافظوا على ما هو موجود في وسطهم وفي مدنهم اللي اقاموا فيها الادورة الخدمات الكاتدرائية اتغيرت بس عن التقاليد السابقة في اتجاه واحد بس حيث اضافت طابع رسمي للعبادة اليومية تحت رئاسة رجال الكهنوت وقللت عموما من ساعات الصلاة لتصبح مرتين فقط صباحا ومساءا متأسرة بترتيب العهد القديم حيث الزبائح الصباحية والزبائح المسائية وحادت الخدمات الرهبانية البرية برضو في الاتجاه المعاكس حيث جعلت التأمل المستمر هو المسل المتبع والاستغناء عن كل شيء لا يتفق مع هذا التأمل وده كانت الجاذبية الساحرة للروحانية في التقاليد البرية المصرية النظام الرهبانة الحضرية انجزب بسرعة للتقاليد دي واندمج معها بدرجة وباخرى لان احنا في التقاليد الرهبانية الحضرية اللي هي كانت في سوريا وكبادوكيا هنلاقيهم تأثروا جدا بنمط الرهبانة المصرية البرية اللي هي بتاعة الجبال والأدرة المنعزلة عن المدن على سبيل المثال نشوف ان المجتمعات لديها صلاة في منتصف الليل وفي الصباح وفي التالتة والستة والتسعة وفي المساء ومرة اخرى قبل النوم لكنها مدت ساعة منتصف الليل الى الصهر اطول من المزامير المتتالية على غرار النمط المصري عملتها الخدمات اه عملتها الخدمات هنا كانت موجودة في الكنيسة فانتشرت في الرهبانة الحضرية اللي هي نقدر نقول عليها في سوريا وبدأ اخرون يوم هم مع خدمات التي بحسب النمط المصري عند صياحة ديك وقت الفجر ويبلغ زروته في اخر اليوم بالمزامير اللي من 148 الى 150 اللي هي النواة الاصلية لخدمة الكاتدرية الصباحية يعني هو يبدأ من واحد على ما ييجي وقت الفجر يبدأ تاني من جديد يكون وصل للمزمور 150 ختم كل المزامير بيصلي المزامير طبعا بيجسمهم على صلاة 3 و 6 وتسعة في المساء ومرة اخرى جاب للنوم وبعض المجتمعات كان لها صلاة مسائية بحسب النمط الكاتدرائي لان احنا عارفين النمط الكاتدرائي تأثر جدا بالنمط الرهباني في الكنيسة ومش عايزين نزيد لامور تعقيد ان بعض التقاليد الرهبانية من بينها تقاليد ارشاليم اضافت ترتيبها الخاص المتعلق بالصلاة المسائية اضافت لها تقاليد من كنايس مدنية اللي كانت حولها احنا عارفين ارشاليم دي كانت الكرسي المزار من كل ام الكنيس هي كانت المزار لكل الكنيس الرسولية الاخرى فكان احنا هنا من مصر لنا نظام التقس نروح هناك ممكن نقول عنه كرسي كرسي ارشاليم تقبله وتضيفوا ليها واحنا ممكن نروح ناخد حايم هناك نجيبها هنا معانا فحصل طلاق وحصل اندماج لحد ما حصل توحيد لكل التقوس وان كانت اختلاف الاشكال لكن صمر التقوس وهدف التقوس هو واحد في الاخر دي كانت العبادة اليومية وشكلها مقبل القرن الرابع شكرا جزيلا اتصابون الحبيب ابونا مينة على الزمن اللي اللي ترجي اليومي والعبادة الكنسية على مدى تقديس العبادة اللي ترجية لليوم ناخد رست نشرب حاجة نعمل حاجة وثم نعود مرة اخرى الى دراسة جديدة في موضوع ايضا اللي ترجية والزمن ننتقل الى الليتورجية وتقديس الاسابيع ثم الليتورجية وتقديس السنة الرب المقبولة على مدى الاجندة التقصية الليتورجية على مدى السنة شكرا جزيلا احبائنا على صبركم وعلى متابعتكم الدقيقة في مثل هذه الموضوعات البحسية والعميقة والتي ندخل بها الى الجزور والاصول الخاصة بالعبادة وانا بشكركم من اجل انكم تطلبونا وترنوا الى المعرفة العميقة وليس الى القشور والى التسطيح والى نظام الولو كل حاجة لابد ان لدينا كنوز كثيرة مش عايزين بانظام اصل الولو اصل دي صعبة اصل خفف للمدى العلمية ده كلام ما ينفعش للناس الكنيسة اللي فيها شباب واعد كنيسة معلمة المسكونة كنيسة مجد اول عقل مسيحي في العالم في كنيسة الاسكندرية لا نريد ان نقول كان يا مكان ولكن نريد ان نكون كما كان نقول كما كان وهكذا يكون مجد اسمه ربنا القدوس الان كل اوان الى ظهر الدور